نعم عزائي مشاهدين ومتابعين قناة الحقيقة الدولية ما زلنا معكم بمحافظة جرش وبالتحديد من بلدة ساكب بلدة ساكب ومنطقة الهوية اسكان المكروم الملكية هذا الاسكان يعني المواطنون يعانون من عدة مشاكل في هذا الاسكان لأننا نطلع على بعض المشاكل من سكان هذا الاسكان المكروم الملكية معنا على كاميرا الحقيقة الدولية الأخ عرفنا على نفسك وقل لنا شو المشاكل بتعنوها السلام عليكم ورحمة الله أنا خالد عياصر من بلدة ساكب سكان المكروم الملكية ساكب نشكر جلال سيدنا بهذه المكروم الملكية السامية سيد عزيز احنا صللنا خمس سنوات بهذه المكرمة ولا اي مسؤول ينتبه علينا بهذه المكرمة الملكية ناقصنا خدمات سيد العزيز أول شيء المواصلات اثنين داخل البيوت المياه من الشبابيك ومن البواب ثلاثة سيد العزيز من نسبة للمياه شهر تيجينا وشهر ما تيجيناش لأنه احنا منطقتنا عالية جدا جدا وكل ما ننزل للمدير صوت المياه يقول لنا نطلع لك تنك مي تنك مي ما بيحل لنا أي مشكل يا سيد العزيز احنا ما بدنا تنك المي بدنا المي متواصل علينا زينا زي أي بلدة في بلدة ساكب أو ريمون أو أي محافظة في محافظة جراش كاملة أيضا معنا مواطن آخر يريد أن يتحدث عن أبرز المشاكل في هذا الإسكان عرفني على نفسك أخي الكريم ويعني ما هي أبرز المشاكل التي تعانوها في هذا الإسكان محمود الشرمان سكان مكروم الملكي ساكب مثل ما حكوا جيراني احنا مشاكل كثيرة بنعاني منها يعني أهمها مشكلة المي والبيوت تمديدات الكهرباء الدلف المي يعني تأسيس البيوت كلها غلط أخي يعني لما أنت بتقولي دلف المي يعني دلف من الأسطح ومن الشبابيك من الأسطح ومن الشبابيك ومن اللباب كل السكن كامل السكن كامل حتى يعني ما فيها ذاك يعني بسموها بالعامية المونة للبيوت ما فيه نعم عزيزي شكرا لكم جميعا في هذه الأثناء ووصل رئيس بلدية المعراض المحان مروان العياصر يبدو أنه كان في جولة ميدانية أستاذ مروان الله يسعد مساك ويعني استمعنا قبل وصولك إلى معاناة هؤلاء السكان المكروم الملكية فما هو رأيك كرئيس بلدية المعراض يسيدا وإن شاء الله يعطيكم العافية نسيكوا بالخير ومنشكر قناة الحقيقة الدولية على هذا الجهد الدؤوب اللي حقيقة متواجدين في كل زاوية في كل ركن للاطلاع على أهم ما يشغل بال المواطن الأردني منحب حقيقة نوجه من خلاف الشاشة المحترمة تحياتنا لأهلنا في بلدية المعراض وكل أنحاء المملكة حقيقة يعني أخوانا القانطين في هذا المكان المكروم الملكي السامي اللي احنا مشكر جلال سيدنا على هذه المكروم على تطلعاته دائما لتقديم يد العول للإنسان المحتاج وأن هذه المنطقة حقيقة كان اختيارها يعني كان في سوب اختيارها منذ البداية لا سيما أنها تقع في منطقة بعيدة جدا عن السكان وبعيدة عن كل أنواع الخدمات بعيدة عن كل هذه الخدمات بما يقارب الأربعة إلى خمسة كيلو متر حقيقة عن أي خدم من هذه الخدمات ومنطقة جبالية جدا وباردة جدا يعني يكاد يصل عندهم فصل الشتاء إلى ست شهور أو سبع شهور يعني ما عندهم إما ربيع أو شتاء ما في عندهم فصل ثالث أو فصل رابع أزل المشاهدين كما استمعنا من سكان هذه المنطقة ومن رئيس بلدية هذه المنطقة هناك مشاكل بالمياه ومشاكل بالكهرباء ومشاكل في المنازل نفسها يعني الكل يقول بأن هذه المساكن تنزف المياه على رؤوسهم ورؤوس أولادهم يعني لا نعرف ولا ندري لماذا هذا العمل الغير يعني العمل الغير متقن في هذه الإسكينات بالرغم أن هذه الإسكينات مكرمة ملكية من جلالة الملك الله يطول عهونه في ظل هذه الظروف الثلجية يعني هذه المنطقة كما تحدى في رئيس البلدية هي من المناطق العالية شكرا